اه السلام عليكم العيون الغير متناسقة في الحجم اه اه العين الغير متناسقة في الحجم يعني مسلا هتيجي تبص على عيني تلاقي مسلا ايه العين دي ديقة كده والعين دي كبيرة تمام فالشخص ده هنا كده عنده اه لو كانت اليمين الكبيرة واحنا قلناها في حلقات قبل كده كتير قلناها في التوافق سلسلة التوافق مليانة مردومة معلومات لوحدها خمسين حلقة تقريبا عاملين يجي اربعين ساعة فيها معلومات لا تعد ولا تحصى فالعيون اللي هي اللي بتبقى عين ديقة كده وعين واسعة بتختلف من عين لعين يعني واحدة اه بيبقى الشخص ده عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله بخير واحدة واسعة وواحدة ديقة الواسعة دي لو مسلا كانت في اليمين فالشخص ده بيتظاهر ان هو اه لو الواسعة اليمين يعني ديقة فين في الشمال فبيوضح لك ان هو اه شخص اه ودود ليك لكنه في الحقيقة ان هو مركز في كل كلمة بتقولها صغيرة وكبيرة تمام كده اما بقى لو العين التانية يعني العين الشمال هي الواسعة والعين الديقة هي اليمين فالشخص ده مركز معاك جامد اه وبيستضل اخطاء ليك تمام كده ولو توافقت بقى مع الحاجة اللي احنا قلنا عليه النهاردة ده فده يبقى انسان فضيع صفة الرجال التي تخون النساء اه صفة الرجال اللي بتخون النساء لحنا هنقلب بقى الحلقة قباحة لان انا اه يمكن انا الوحيد اللي بقدر اقول معلومات جريئة زي ده عن نت محدش بيرضي يقولها عايز تسأل يا محمد على اه الشخص اللي عيونه هو صغير كانت واسعة بص الشخص اللي عيونه واسعة ده شخص مستكشف. الشخص عاطفي. اه تكلفة الدورة لأ بتواصل معها الرقم الواطس. دلوقتي احنا بنتكلم على الشخص اللي عينه كبيرة وبعد ما كبر صغرت. يعني الشخص ده كان اه شخص يا منفتحة وانضحك عليه كتير بقى وكده فلازم عينه تضيع. اللي هو اللي ان صفة العين الواسعة ده شخص مستكشف. الشخص بحب يجمع معلومات يعرف كتير. لكن كل ده ما بفيتش عليه باي حاجة يعني. هو بتعلم من اجل ان هو ايه? اه. فضول. تمام? فضول يعني ايه انا عايز اعرفه خلاص ان انا عايز اعرف. فطبعا الناس دي اه عاطفية بطبيعتهم. فممكن اقابل واحد عيون واسعة ابهره ابهره. اخليه اه مجنون بي. وفاق اقوم جاي سايبه. فالناس دي بتزعل قوي من موقف ده. اه لما لما يحصل له كده فبيبدأ ان هو هيبدأ يركز. هنلاقي ايه بقى? هنلاقي العيون بقت ضيقة. وبعد المسافة دي ما كانت واسعة اللي بين العين والعين بقت واسعة. رجعت بقت ديقة تاني والعيون قربت لبعض. وكمان الحواجب قربت لبعض. وكل ما اشتهت حذر. كل ما كان المنطقة دي بتدخل على بعض. تمام? هل الابراج لها علاقة بالوجهة? انا عملت موضوع الابراج ده وجيت اعمل دمج بينه وبين علم الفراسة. آآ لقيت ان فيه وشوش تمشي تطلع من الوجه. ان هي موليد كزا والكلام ده. لكن صدفت معايا في عشرة او خمستاشر شخص تقريبا صدفت في تلاتة. فهي ممكن عايزة بحس كويس ونقدر ان احنا ندعمها بالفراسة ونقدر نقول الابراج بالفراسة اه نقدر نعملها. لكن عايزة بقى تدقيق شوية. الابراج ممكن نعملها مثلا لو لو وش مدور. الوش المدور ده مسلا هيبقى في الابراج الاجتماعية. طيب ما احنا ممكن نلاقي وش مدور لكن الحاجة بتاعه مرفوع. او نلاقي الجبهة دي كبيرة. آآ فالشخص ده انت واقف مش اجتماعي. طيب هو انت واقف هنا تفكيره بقى. فانا شايف ان ادق التحليل هي علم الفراسة.